لؤلؤة الخليج العربي ومنبع البترول إنها محافظة البصرة أصبحت اليوم ثاني أكبر محافظة بعد بغداد من حيث السكن الأشوائي خصوصا بعد موجة الهجرة الأخيرة من المحافظات المجاورة التي انتهى بها المطاف دون عمل وسط معاناة وعيش داخل مجمعات مكتظة بني أغلبها من أحجار وعلب معدنية وسقوف متهالكة مجلس المحافظة أكد أن البصرة تعرضت إلى ما سماه بغزو التجاوز وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد ساكنها إلى أربعة ملايين نسمة بعد أن كان عددهم بحسب آخر إحصائية مليونين وتسعمائة ألف نسمة وهو ما أسفر عن ظهور مائة ألف وحدة سكنية متجاوزة في المحافظة ومنذ عام 2003 تفاقمت ظاهرة العشوائيات في البلاد بسبب زيادة معدلات الفقر وانتشار ظاهرة الاستيلاء على مساحات واسعة عائدة للدولة وتشيير دور رخيصة الكلفة عليها إضافة إلى سيطرة العصابات والميليشيات على مساحات واسعة من الأراضي واستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها أو توزيع بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم الانتخابية ولا سيما في محافظة البصرة بحسب النائب عنها رامي السكيني استخدمت هذه العشوائيات كأصوات انتخابية وللأسف المبادئ المكافلية بأن الغاية تبرر وسيلة يعني هو يجي المسؤول ورئيس الوزراء في يوم ما وسين وعين لكي يبقى في الحكم وفي سدة الحكم وفي السلطة فكانت الدواعي لأصوات انتخابية فشوه ملامح المحافظة وسمح في التجاوز على الأراضي وسمح بأنه القوي يأكل الضعيف بقية المحافظات العراقية ليست أفضل حالا من البصرة إذ تشهد غالبية المحافظات العراقية انتشار عدد كبير من الأحياء العشوائية في وضع باتت فيه جميع القطاعات الحيوية في البلاد تتسم بالعشوائية والفوضوية فمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين التي خرجت من حرب ضروس ازدادت فيها أعداد العشوائيات بعد أن أدت الحرب إلى تدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية في كل منها في ظل إصرار حكومي على اقتطاع جزء كبير من ميزانيتها الأمر الذي سيحول دون إعمارها أو إعمار أغنى المحافظات نفطيا البصرة